وشهدين ورجعنا لكم مرة تانية في شباب على الحواء وشبابنا الموجودين معنا النهاردة هنتكلم معاهم عن إنجازات الشباب والإنجاز اللي هما قدروا أنهما يحققوا في مجال الإختراعات والإبتكارات الحقيقة أنه هما عملوا إبتكار مميز جدا جدا يعني فكروا فيه من خلال دراستهم قاموا في المعهد التكنولوجي بالعاشة من رمضان عرضوا ونقشوا إبتكار غواصة بالتحكم الآلي تحت الماء وتم مناقشة الإبتكار الخاص بهم طبعا فيه كتير جدا من المسابقات وفازوا بالمراكز المتقدمة ومنها فيه مسابقة إبداع التابعة لوزارة الشباب والرياضة خلينا نتعرف بضيوفنا النهاردة والموجودين معايا برحب طبعا بمحمد نحمود أبو خدرة الفائز بالمركز الثاني بمسابقة إبداع الثمانية للإبتكارات العلمية أهلا بك ومعايا كمان حسين الصيفي طالب المعهد التكنولوجي العالي بالعاشة المرمضان أهلا بك 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 أول البروجيكت كان عمدرا عن RV أي اختصار لرموت لأوبريت فيكل عند رزوطة البروجيكت مقسم لتلت أقسام الغواصة والفلوتينج سيستم والمنوتيرنج عشان أقدر أشوف الفيديو تحت الماء أنا مثبت عندي على التيميس سيستم ده مثبت عليه البار سورس عشان أقدر أزود الغواصة بالبار اللي هي محتاجها نثبت عليها 2 باتري علشان أقدر أخد منها التكنسومشن البار اللي هي محتاجها مزودة بنظام سولر تشارجينج سيستم عشان أقدر أشان البطاريات البطاريات بتديني 2 أور أنتر الزواطر وعندي السولر تشارج ده بيمديني بالباور بحسيش عن البطاريات عشان أقدر المهمة بتمام يعني بنجاح بنجاح تمام طيب في البداية يعني المجالات اللي ممكن يخدمها هزا المشروع الغواصة بريموت تمام هو دائما لأنه هو المشروع بتاعنا R-V أو رموت لأوريتد أندروت الفيكل غواصة ألية بتنزل تحت المية بتصور بيكون لها ميشن معينة نقدر نعملها بيها ما لنهي أنه نحن بناخد لايف ستريمينج فيديو من تحت المية وصورة نحن نبعثها وفيها كمان روبوتك أرب نقدر نعمل بيه ميشن مختلفة تحت المية فالمجالات اللي احنا نقدر ايه هي الميشن دي من مجالات اللي احنا نقدر نقدر نقدرها فيها زي مثلا البتريليوم سيرفز نعمل مثلا كلينينج للبلاتفورم الموجودة اللي هي في البتريليوم أو في مكان اللي فيها الحكوم بتاعة البترول نعمل كلينينج بنعمل فيجول انسبكشن أو الفحص البصري لو فيه مثلا كراكس أو فيه مثلا لكيج في مكان معين نقدر نعمل تحديد المكان بتاعه بالنسبة كمان نقدر نستخدمها في مجالات الاميرجنسي ورسكيو لو فيه حد قدر الله غرقان نقدر نحنا ننودي الارو في بتاعتنا النواة يسحبوا بها عشان ننقذوا بها في وقت معين أو في وقت اقل فيه كمان مجالات زي الاكوا كالتشر أو استزراع السمكي زي ما احنا ما شايفين مثلا ما زرع سمكي كبيرة جدا أو عملنا استزراع سمكي كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت فبدل ما احنا مثلا نكون فيه دايفرز موجودين باستمرار يتعبوا الاكوا كالتشر أو الزراع دي بقى فيه رو في هي اللي بتعمل المكان المجال ده عندنا كمان هي حاجة زي الهيئة كونت السويس بدل ما احنا بنوقف في تصفن فترة طويل عشان نعمل إسبيكشن لأن نستخدم رو في هي اللي تعمل المكان ده في حاجة اسمها الكميرج الدايفينج أو الغوص التجاري مثلا لعمل التصوير للحاجات السينمائية بدل ما انا بنزل دايفر لأنا بنزل رو في نفسها هي اللي فيها الكاميرات فيها كل حاجة هي اللي تصور بدل المستخدم من اللي ههم ده الفكرة من التكنولوجيا عمتا أن احنا بنقلل الأماكن أو الحاجات اللي فيها خطرة على البناء الدين أو الإفشنس بتاعتهم بتبقى أقل فمدخل مكانها رو بوتيكس أو رو في بتعمل الحاجات دي بإفشنسي أعلى وكمان في نفس الوقت وقت أقل ويكون فيها الخطرة طيب أجاز التحكم دي بتستخدم يعني أو بتستخدم الأشعة تحت الحمراء لا الأشعة تحت الحمراء كانت بنسبة لنا كستودينت كغالية جدا فاطرنا إن احنا نستلم حاجات بديلة كسينسورز رخصة شوية بس يعني بتأدي المهمة بالنجاح يعني بعضها أخد إرايات سيجنل واسند ورسيف السيجنل الزيديات بحصة كنترول على الأرو في كاملة أو يعني نظام كنترول عندنا عن طريق كيبل سي عن كابل البور وعندي كابل للسيجنل السيجنل اللي أنا بقى نزلها عبارة على الفيديو ستريمينج أو الصور اللي أنا بأخذها من تحت ومن لقى منوترينج على الشاشة اللي قدامي ده عن طريق كابل وزي متحكم فيها بالجويستيك زي بالضبط بتلعبي فيديو جيم كده أو حاجة بتحكم بالجويستيك فده النظام اللي احنا عاملينه في الكنترول ده اللي احنا ستريد ده أسهل لنا وفي نفس الوقت الإنفراريد ده أو العشاعة تحت الحمراء بمكلف ومش متاح بالنازبانين اللي احنا كنا لسا ستريم ساعت أو طلب ساعتها فنظام الكنترول عن طريق سيجنل في الكابل في فرق بين الغواصة وسفينة الأعمق اه مزبوطة السؤال جميل جدا كل الناس اللي مفتكر حتى في البيت عنديه وانتروم هامل مشروع تخرج غواصة فكذلك في الكنترول ان انا اعمل حاجة كبيرة قوي غواصة ومشان الحربية فالفرق ان هو الغواصة والأوروبي بتاعتنا هي بتستدم اكتر في العمال المدنية والحاجات اللي هي مليهاش علاقة بالميليتري لحم بختمية الحاجات اه بالضبط انما السفن البحرية والغواصات العادية بتبقى اكتر لها مشان في الميليتري او في الحاجات اللي هي علاقة بالحاجات العسكرية الفرق طبعا ان دي روموتلي يعني دي بتحكم فيها عن بعض ما فيهاش هومان ما فيهاش بايلوت بيسوقها او ما فيهاش سوري ما فيهاش حد جواها بيسوقها على عكس الغواصة بقى فيها بنا قدمين فيها تقم كامل للغواصة هما اللي بيسوقها وبيبقى هما الكروب بتاعها فدا الفرق الكبير منها الحجم طبعا مختلف خالص دي حاجة صغيرة كده بتدخل في الاماكن الصغيرة بتاع من الميشن في الاماكن الدايقة اللي عمك بتاعها محدود نسبيا بالنسبة للغواصة التانية او الحجم الكبير الميشن بتاعيتها مختلفة دي لها ميشن اكتر في عمال البحثة اكتر طيب اقصى عمك ممكن توصل للغواصة او احنا بالنسبة للدزاين الدزاين بتاعنا استحمل برجر تحت عمك عشرين متر بس احنا كأبضيت للبروجيكت هنقدر ننزل الغواصة دي تلعمك اكبر ممكن ان شاء الله كدزاينر يعني طميم العمك ده مرتبط بالمدة اللي تقدر انها تبقى موجودة تحت المين او اكيد العمك بيكون ليه تأثير على المدة لان كل من العمك زايد كل ما انا سراستر او اللي انا بحتاجه عشان اعمل او ده ده بيزيد فبالتالي بيستهلك اكتر في الباور سورس بتاعي من الباور سورس بتاعي فكل ما العمك زايد ده بيأثر طبعا بيأثر كمان على حاجات تانية احنا دلوقتي بتنزل الالكترونيكس وحاجات ما ينفعش يحصل على الكيش او يدخل مية جواها فانا لازم اخلي الكنترول بوكس بتاعي العزل بتاعي يكون كويس جدا عشان اضمن ان ما يحصلش في الكيش او حاجة مية تدخل جواه الالكترونيكس فالجاز كله هيبوز لون ما يدخلت فده بيكون الليميتيشن على العمك اللي احنا نقدر نوصله طبعا كمان لو انا هنزل عمكه اكتر فانا بحتاج خرصر اعلى او بحتاج كبول وزنه اكتر او الاحجام كمان بتبقى اكبر فده كل ده بيأثر على الديبس او اللعنك اللي انا قدر اوصله تمام طيب خلينا اسئلة كده في زيني عن الموضوع ده عن المخاطر اللي انتم ممكن تواجهوها فيه اختراعكم بس خلينا الاول نطلع لهذا التقرير اللي هيكون موجود معنا وهو اختراعات وابتكارات ايه الشباب تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع نكمل حدثنا موسيقى ان تحقيق الاهداف والامان التي تتطلع لها الاوطان غاية ومطلب نطوق له وتطوق له النفوس والقلوب لرؤيته اوطان انا